لا شك أن الاستماع الجيد يتطلب قدرة على تركيز الانتباه إلى معاني الكلمات وإلى المعنى الأساسي الذي يحمله النص وإلى المعنى الدقيق الذي يريد المتحدث أن يعبر عنه مع تحديد الأفكار الرئيسة والتمييز بينها وبين الأفكار المساعدة والقدرة على تحليل الهدف من الحديث بل واكتشاف الأسباب التي يسوقها المتحدث وهل تتناسب مع النتائج التي يصل إليها في ختام حديثه يمكن لنا أن نصنف مهارات الاستماع إلى أولا مهارات تتعلق بالتحديد أي قدرة المستمع على تحديد الفكرة العامة أو الرئيسية في النص المسموع كذلك قدرته على تحديد الأفكار الرئيسة والفرعية والتمييز بين هذين النوعين من الأفكار ثالثا قدرته المستمع على تحديد المعنى المناسب للكلمة والمعنى المناسب للجملة والمعنى العام للنص المسموع أيضا هناك مهارات تتصل بالقدرة على التمييز والتمييز هنا يشير إلى قدرة الطالب المستمع على تمييز المزاج العام للمتحدث من حيث الحالة النفسية التي تسيطر عليه هل هو سعيد أم حزين هل هو راضي أم غاضب هل هو مؤيد أم معارض هذا المزاج العام يحدد قدرة المتحدث على الاسترسال في الموضوع كما أنه يحدد قدرة المستمع على المتابعة وعلى الإنخراط الحقيقي في عملية الاستماع وعلى الموقف الكلي الذي سوف يتبناه المستمع في نهاية عملية الاستماع من الرسالة التي يبعث بها المتحدث كذلك قدرة المتحدث على طرح أفكار منسجمة ليس فيها متناقضات هذه القدرة تفرض على المستمع أن يمتلك مهارة مهمة جدا وهي مهارة التتبع الدقيق لكلام المتحدث من أجل اكتشاف ما قد يقع فيه من متناقضات لأن هذه القدرة أهميتها تتمثل في أنها تتيح للمستمع أن يحدد ما إذا كان سيوافق على تأييد المتحدث في كلامه أم أن هذه التناقضات سوف تؤثر على مستوى موافقته على الأفكار التي يطرحها المتحدث في كلامه يشمل التمييز أيضا بين المتناقضات قدرة المستمع على أن يميز بين الواقع والخيال على أن يميز بين الحقيقة والرأي في النص المسموع أيضا هناك مهارات تتعلق بالقدرة على الاستنتاج أي قدرة المستمع على أن يستنتج العلاقات بين المعاني المختلفة التي يسوقها المتحدث في كلامه بل وقدرته على استنتاج المعاني الضمنية الخفية التي يلمح لها المتحدث ولا يصرح به هذه القدرة مهمة لأنها تعني أن المستمع قادر على أن يستخلص معاني لم يصرح بها المتحدث ولكنه يقصد إيصالها إلى جمهور المستمعين أيضا فإن من مهارات الاستماع القدرة على التنبؤ بنهاية الحديث أو التنبؤ بما سيقول إليه الحديث قبل أن يصل المتحدث إلى النهاية في ضوء الأفكار والمجرى العام الذي يسير فيه الحديث أيضا القدرة على إصدار الحكم على النص المسموع والقدرة على مدى صدق وأمانة المتحدث الحكم على صدق وأمانة المتحدث وعلى قدرته على الإقناع وعلى قدرته على تدعيم الأفكار والبرهنة عليها أيضا فإن من مهارات الاستماع المهمة قدرته المستمع على تطبيق ما ورد في النص المسموع في مواقف أخرى مشابهة فلو أن المتحدث يقدم حلا لمشكلة ما فإن على المستمع أن يكون قادرا على توظيف هذا الحل إذا ما واجهته هذه المشكلة في المستقبل أو حتى إذا ما واجهته مشكلات مماثلة في المستقبل هذه هي أهم المهارات التي يسعى معلم اللغة العربية إلى تنميتها لدى الطلاب وهناك مهارات أخرى كثيرة تفرد لها المراجع المتخصصة في تعليم اللغة العربية كتابات كثيرة ترجمة نانسي قنقر